السلام عليكم ازايكو يا شباب عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هناخد قصة جميلة اسمها غابات البامبو قصة غابات البامبو زي ما احنا شايفين كده قدامنا في الصور الصورة الاولانية شايفين منظر الغابة وهي مليئة باشجار الاشجار اللي مليئة للغابة موجودة دي الاشجار الموجودة في الغابة يا سنة ثالثة اسمها اشجار الخيزران تتميز غابات البامبو بالاشجار دي طيب يطرى الاشجار دي لها فائدة زي ما احنا شايفين في الصورة ان البندا هي الغذاء المفضل للبندا اشجار الخيزران يبقى الغذاء المفضل للبندا ايه سنة ثالثة اشجار الخيزران علشان كده بتشتهر غابات البامبو بوجود البندا فيها لقصرة وجود اشجار الخيزران وده الغذاء المفضل للبندا قبل ما نبدأ شرح الدرس تعالوا كده نحل مع بعض نشاط فكر هاتان الصورتان لمكان واحد بالصين تأمل هما وفكر في سبب هذا التحول زي ما انا شايفة كده في صورتين الصورة الاولانية صورة البندا وهي اعمالة بتاكل في الأشجار والصورة التانية صورة اشجار مقطعة وما فيش حد يعيش هناك طبعا فيه فرق بين المكان ده والمكان ده الفرق إن الصورة الأولينية أيام ما كانت أشجار الخيزران موجودة كانت البندة موجودة طيب الصورة التانية لما الأشجار اتقطعت بدأت البندة تختفي من غيبات الخيزران النشاط التاني هو نشاط اقرأ واكتشف زي ما احنا متعودين جايب لي مجموعة من الكلمات نبدخلها في جمل الكلمة الملونة بيبعيز يعرف معناها أحب الترحال بين البلاد طبعا أنا باختار المعنى من خلال الكلمات اللي هو جايبها لي أول كلمة عندي تقليب صفحات قلة تفسد منطقة لحماية الحيوانات اختفى نوعها التنقل أحب الترحال كلمة الترحال معناها يا سنة تلتة شطار أحب التنقل بين البلاد أحب تصفح القصص قبل قراءتها كلمة تصفح يعني ايه تصفح يا حلوين يعني تقليب صفحات القصص انحصر المطر في صعيد مصر كلمة انحصر يعني قلة المطر في صعيد مصر الديناصورات من الحيوانات التي انقرضت كلمة انقرضت معناها انها معددش موجودة طيب ايه كلمة اللي تناسبها من فوق اختفى نوعها يبقى الديناصورات من الحيوانات التي اختفى نوعها قصرة الصيد بتخل بنظام البيئة كلمة تخل معناها تفسد يبقى قصرة الصيد تفسد نظام البيئة وضعت الدولة الفيل الأسياوي في محمية الدولة وضعت الفيل الأسياوي ده في محمية يفاكرين يا سنة ثالثة لما اخدنا كلمة محمية السنة اللي فاتت حد فكر فيكو يعني ايه محمية محمية معناها مكان بنحمي فيه الحيوانات ونحافظ عليه من الانقراض يعني من الموت والهلاك وضعت الدولة الفيل الأسياوي فيه منطقة لحماية الحيوانات يبقى كلمة محمية معناها ايه؟ معناها منطقة لحماية الحيوانات يبقى كلمة محمية هي عبارة عن منطقة لحماية الحيوانات غابات البمبو اسمي أدهم وأنا شاب مغامر أحب الصفر والترحال لأستكشف العالم وأكتسب المهارات يبقى الولد اسمه ايه؟ اسمه أدهم أدهم ده كان بيحب ايه؟ كان بيحب الصفر والترحال طب لماذا؟ ليه كان بيحب الصفر والترحال يا سنة ثالثة؟ ليستكشف العالم وكمان ايه؟ يكتسب مهارات شاب كلمة شاب جمعها شباب اسمي أدهم وأنا شاب أنا نوعها اسمه ولا فعله ولا ضمير؟ ضمير متكلم وجمع أنا نحن جمع شاب شباب مغامر أحب الصفر كلمة الصفر لم شمسية ولا لم قمرية؟ شطار لم شمسية لما اتنطقتشي؟ والترحال الترحال شمسية ولا قمرية؟ برافو علينا لام شمسية طب يعني ايه كلمة الترحال؟ الترحال معناها التنقل الترحال التنقل طب ليه أدهم كان بيحب الصفر والترحال؟ عشان ايه؟ يستكشف العالم جمع كلمة العالم العوالم وكان يكتسب كمان ايه؟ مهارات مفرد كلمة مهارات مهارة مفرد المهارات ايه حلوين؟ المهارة نكمل كده باية الدرس بتاعنا ذات يوم أخست أتصفح كتاب يومياتي لأتذكر رحلتي إلى الصين منذ عشر سنوات في غابة خيزران أو ما يطلق عليها البامبو ولقد كانت بالفعل رحلة ممتعة وملئة بالمغامرات وشاهدت صور الباندة وهي تأكل من نبات الخيزران والغابات الخلابة فتحمسته للسفر إليها مرة أخرى هذا العام وصافرته يبقى أدامس ايه؟ بدأ أنه يتصفح المذكرات بتاعته أنه كان في الصين منذ عشر سنوات سافر الصين وراح غابات الخيزران أو غابات البامبو وكان هناك يوجد الباندة وبدأ أنه يقول دي كانت رحلة ممتعة وأنه عايز يروح مرة أخرى ذات يوم أخذته أتصفح كلمة أتصفح معناها أقلب الصفحات ليتذكر الرحلة بتاعته اللي سافرها إلى الصين وشاهد هناك ايه؟ الصور الغابات الخلابة كلمة الخلابة معناها الجميلة الخلابة الجميلة تحمس أنه يسافر ويستمتع بالرحلة دي مرة أخرى ولكن كانت المفاجأة فلقد اختلف المكان كثيرا عما سبق وفي أثناء تجولي بالمكان وجدت عالم أحياء فتوجهت إليه مندهشا وسألته يبقى أول ما وصل هناك لقى ايه؟ عالم أحياء طيب يا سنة تلتة حد يعرف فيك ويقول لي جمع كلمة عالم ايه؟ جمع عالم علاماء فبدأ يندهش من المكان وبيسأله ما الذي حدث هنا؟ وكيف تحول شكل المكان؟ وأين ذهبت حيوانات البندة؟ يبقى الولد هنا بيسأل بيقول ايه اللي خلى المكان كده؟ وحيوانات البندة اللي كانت موجودة هنا رحت فين؟ لأن طبعا المكان المفضل بتاعها هو الغابة لأن الغابة دي مليئة بأشجار ايه؟ الخيزران وأشجار الخيزران دي تعتبر الغذاء المفضل لنبات البندة فأجابني العالم قائلا هدئ من روعك وسأحكي لك ما حدث للأسف بسبب السلوك البشري اختفت معالم هذه المنطقة زي ما احنا شايفين كده عندنا في الصورة ان بدأوا ان الصينيين يقطعوا خشب الخيزران شايفين في الصورة ان الناس بدأوا يقطعوا الخشب بتاع الخيزران ويغدوه وطبعا بدأت البندة تنقرد لأنه ما عدش موجود خلاص الغذاء المفضل بتاعها حيث قاموا بقطع سيقان الخيزران التي كان دب البندة يتغذى عليها ليستخدموها في صناعة الورق والآثاث المنزلي بالاضافة الى الصيد الجائر له ليستفيدوا من فروه وهو ما ادى الى انحصار اعداده وصار من الحيوانات المهددة بالانقراض يبا هنا الصينيين بدأوا يعملوا ايه؟ بدأوا يقطعوا سيقان الخيزران علشان يستفيدوا منها في صناعة الورق والآثاث المنزلي بالاضافة الى كمان ايه؟ انهم بدأوا يصطادوا البندة بكسرة اللي هو الصيد الجائر كلمة الجائر معناها الزائد عن الحد الجائر معناها الزائد عن الحد ليستفيدوا من فروه ليه كانوا بيستفيدوا من البندة؟ بيستفيدوا منها من الفروه بتاعها يبا هنا الصينيين بدأوا يقطعوا خشب الأشجار الخيزران ليستفيدوا من الصقام بتاعتها في صناعة حاجتين كانوا بيصنعوا منها ايه وايه يا حلوين؟ كانوا بيصنعوا منها الورق والأساس المنزلي طيب البندة كانوا بيعملوا بها ايه؟ بدأوا انهم يستضوا بطريقة زائدة عن الحد علشان يستفيدوا من الفروه بتاعها يبقى كلمة الجائر معناها الزائد عن الحد ما أدى إلى انحصار أعداده كلمة انحصار معناها كله انحصار كله انحصار كله بدأ أعداد البندة تقل وصار من الحيوانات المهددة بالانقراض يعني ايه الانقراض؟ الانقراض يعني اختفاء النوع الانقراض معناه ايه سنة ثالثة؟ معناه اختفاء النوع يبقى عندي غابات البمبو أو غابات الخيزران ليه سمتها بغابات الخيزران؟ لأن غابات البمبو دي سنة ثالثة تشتهر بأشجار الخيزران طيب أشجار الخيزران دي كان لها فائدة طبعا من اللي كان بيستفيد منها؟ البندة البندة كانت بتتغزة على الأشجار بتاع الخيزران طيب تمام البندة الوقتي بتستفيد وبتتغزة على أشجار الخيزران لما بدأوا منهم يقطعوا الأشجار ويصطادوا البندة فبدأت الغابات شكلها يتغير عما كان يشاهده الولد من قبل أبدأ أسأل سؤال كده يا حلوين ماذا يحب أدهم؟ أدهم كان بيحب بإيه؟ الشطر الحلوين بيقول لي يمس 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 يحب أدهم الصفر والترحال يبقى أدهم كان بيحب الصفر والترحال بما تصف أدهم؟ إحنا نصف أدهم بإيه؟ إنه شاب مغامر لماذا يحب أدهم الصفر والترحال؟ أدهم ليه كان بيحب الصفر والترحال؟ لأنه واحد بيستكشف العالم اتنين بيكتسب مهارات ويواجه التحديات ويتعلم لغات العالم لماذا تصفح أدهم يومياته؟ ليه أدهم كان بيتصفح يومياته؟ ليتذكر رحلته إلى الصين حيث غابات الخيزران يبقى هنا كان عما ليتذكر إيه لما راح غابات الخيزران هو استمتع بإيه؟ متى كانت رحلة أدهم إلى الصين؟ هو أدهم سافر إلى الصين إمتى يا شطار؟ كانت رحلة أدهم إلى الصين منذ شطار عشر سنوات يبقى أدهم راح الصين إمتى؟ منذ عشر سنوات المسأل سؤال للحلوين إحنا الوقت خلاص عارفنا إن غابات البمبو دي موجودة فين؟ موجودة في الصين طيب أطلقوا عليها إيه؟ غابات الخيزران من اللي بيعيش في الغابة ديه؟ حيوان البنده إما اسألك وقولك ماذا تعرف عن البمبو؟ إنت عارف إيه عن البمبو؟ إيه اللي إنت عرفته؟ هنقول البمبو اسم يطلق على غابات نابات الخيزران في الصين وهو غزاء حيوان البنده يبقى حيوان البنده بيتغذى على إيه؟ على أشجار الخيزران حيوان البنده بيتغذى على إيه؟ على أشجار الخيزران طيب غابات الخيزران أو غابات البمبو موجودة فين يا حلوين؟ شطار موجودة في الصين السؤال بتاعي لماذا حزنة أدهم؟ أدهم زعل ليه وحزن ليه؟ حزنة أدهم لأن المكان قد تغيره فقد انحصرت أعداد البندة وتم قطع الكثير من أشجار الخيزران يبقى أدهم زعل لأن ملقاش البندة وبدأت أشجار الخيزران اتقطع منها الكثير ما السبب في تعرض حيوان البندة للإنقراض؟ إيه اللي خل حيوان البندة يتعرض للإنقراض؟ الإنقراض يا سنة 3 معناه أنه ما عادش بموجود السبب في تعرض حيوان البندة للإنقراض هو صيد الإنسان لأعداده كبيرة منه ليستفيد من فروه يبقى الإنسان بدأ يصطاد البندة بأعداد كبيرة لماذا؟ ليستفيد من فروه يبقى السبب في تعرض حيوان البندة للإنقراض هو صيد الإنسان لأعداد كبيرة منه الإنسان بدأ يصطاب أعداد كبيرة منه ليه؟ هو الإنسان ممكن يستفيد من البندة؟ طبعاً الفرو بتاع البندة ده فرو بيدفي فبدأ إنه هو يصطاده علشان يستفيد من الفرو بتاعه ما السبب في تناقص غابات البمبو؟ إيه اللي خل غابات البمبو؟ إن أشجار الخيزران فيها تبدأ تقل الإنسان قام بقطع الأشجار الخيزران ليه؟ ليستخدمها في صناعة الورق والأساس المنزلي يبقى الإنسان بدأ إيه؟ يقطع في أشجار الخيزران لماذا؟ علشان يستخدمها في إيه؟ بياخد السيقان بتاع الخيزران ويصنع منها إيه سنة تالتة؟ يصنع منها الورق والأساس المنزلي يبقى أنا المعلومة اللي أنا عرفتها الوقت يا سنة تالتة إن غابات البمبو أو غابات الخيزران توجد فين؟ توجد عندنا في نصف؟ لا أميش موجودة عندنا في مصر ومالية موجودة فين؟ موجودة في الصين طيب الغابات دي لسه موجودة ولا بدأت أعدادها تقل؟ بدأ الأشجار بتاعة الخيزران تقل لماذا؟ ليه؟ لأن الإنسان بدأ يقطعها طيب يقطعها ليه؟ علشان يستفيد منها في صناعة الورق والأساس المنزلي طيب مين اللي كان بيحب يكل من أشجار الخيزران يا شطار؟ البندة هي اللي كانت بتاكل من أشجار الخيزران وبالتالي البندة بدأت أعدادها تقل وتنقرت بسبب إيه؟ إن الإنسان بدأ يصطدها بأعداد كبيرة ليستفيد من الفرق بتاعها بكده سنة ثالثة نكون وصلنا لنهاية الجزء الأول من غابات البامبو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته